اشتركوا في القناة اهلا بكم الى غرفة الاخبار ونتابع فيها سوريا ما بعد اسطنى قواعد اللعبة الجديدة المهاجرون اول ضحايا وعود ترامب والموصل الانسان وقود الحرب البداية بالشأن السوري فحتى الان لم تتبلور ملامح المشهد السوري بعد اسطنى لا تزال قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه تهاجم وادي بردة بينما لا تخفي فصائل المعارضة المسلحة التي دعيت الى موسكو ارتيابها وربما من بينها من يريد ان يؤمن بوساطة موسكو لكن بعض من الصات المعارضة التي دعي بعض اعضائها بصفة شخصية تريد من الروس ان يقروا بوجودهم وبثقلهم وهو امر يقولون ان موسكو تحاول الالتفاف عليه من خلال جر الفصائل المسلحة الى لعب دور سياسي تتجاوز به بقية اوجه المعارضة وربما تطمس معالمها لم يكد حبر بيان اسطنى يجف حتى بدأت موسكو تخط مسار جونيف فالعاصمة الروسية ستستقبل بعد اقل من يومين من لم يشارك في اسطنى او بالاحرى من لم توجع لهم الدعوة المعارضة السياسية والهدف اطلاع الغائبين عن اسطنى على ما دار فيها والعمل على تجهيز وفد موحد من المعارضة المسلحة والسياسية للتفاوض مع وفد الحكومة السورية في جونيف لكن جونيف هذه المرة ستحتضن الاجتماع فقط وتستمد مرجعية التفاوض من اسطنى صحيح ان روسيا وضعت توقيعها قبل خمس سنوات على اتفاق جونيف الذي ضلت الازمة السورية تدور حوله دون مخرج الا انها لم تتفق يوما بعد ذلك مع المعسكر الغربي على قراءة وتفسير بنودها خاصة تلك المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ومصير الاسد بعد ان ازاحت الولايات المتحدة من طريقها في توقيت مدروس بعناية استلمت روسيا دفت القيادة برفقة تركيا وحققت ما استبعد كثيرون تحقيقها ابسط الامور جلوس وفد الحكومة والمعارضة المسلحة الى طاولة واحدة وقبول الاخير وعود وضمانات روسيا وهي التي كانت العدو حتى الامس القريب واحقدها البيان الختامي الذي نجحت في عدم تضمين اسطره اي اشارة الى اي مرحلة انتقالية وتعويضها بعملية سياسية اضافة الى قبول كل طرف من اطراف النزاع بوساطة عربي الهدنة والاجتماع موسكو وانقرة وحتى طهران رغم تحفظات المعارضة الان تنتقل موسكو الى المرحلة الثانية بدعوتها خمسة عشر من قادة المعارضة السياسية اهمهم رياض حجاب عن الهيئة العليا للمفاوضات وانس العبدة عن الائتلاف الوطني وقدر جميل عن جبهة التحرير وغيرهم لكن الاهم والمثير للاهتمام انه في الوقت الذي غاب فيه المكون الكردي عن طاولة اسطنة رغم حضوره على الارض بسبب الاعتراض التركية اوجهت له الدعوة الى موسكو ممثلا بالاتحاد الديمقراطي الكردية ليطرح السؤال ما الذي ستقدمه موسكو لانقرة مقابل قبولها الاكراد جزءا من الصورة المقبلة للحل لكن هذا السؤال قد يتوارى عن الانظار بسبب تساؤلات اخرى اهم بشأن مصير وقف اطلاق النار ومسودة الدستور التي قدمتها روسيا للمعارضة وغيرها من التفاهمات التي جرت في اسطنة رغم ان كثيرين رأوها جعجعة دون طحن معنا الان من اسطنبول مستشار وفد المعارضة السورية في اسطنة ياسر الفرحان مساء الخير استاذ ياسر مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار نتحدث عن مرحلة ما بعد اسطنة كيف تبدو الصورة الان من وجهة نظر المعارضة وهل نحن امام صورة واضحة فيما يتعلق بجلسة جونيف المنتظرة الشهر القادم وفد المعارضة العسكرية كان واضحا في اهدافه التي ذهب لاجلها الى اسطنة كان يريد تثبيت وقف اطلاق النار والمطالبة بتنفيذ البنود المنصوص عليها في قرارات الدولية بالشأن الانساني اطلاق صراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة قدموا اوراقا بذلك وتفاوض مع الروس بشكل صريح على تحقيق او تنفيذ هذه المطالب كون روسيا ضامنة اساسية للنظام في اتفاقية وقف اطلاق النار المبرمة معهم في انقرة 30 الشهر الفائت نحن ندرك تماما بان النظام وايران ليس لديهم مصداقية ولا ليس لديهم اي رغبة جدية بالالتزام بوقف اطلاق النار لان الحل السياسي ليس ضمن خياراتهم يعتمدون فقط على الحل العسكري ونحن ايضا ندرك تماما بان نحن نحاول ان نحيد روسيا نحاول ان نحيد روسيا وذلك ان المجتمع الدولي خلال الفترة السابقة كان عاجزا عن الزام الاطراف التي ترتكب جرائم حرب في سوريا على التوقف عن الاستمرار بهذه الجرائم يعني انت تعلم بان قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن جميعها تطالب بالزام الاطراف التي تناصر او تؤيد النظام بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين لم يتحقق ذلك مزيد من الجرائم ترتكب ولم يستطع مجلس الامن ان يصدر قرارا ملزما كانت روسيا خلال الفترة السابقة باستخدام الفيتا تعطل اي قرار بهذا الشأن لذلك الان وبوساطة تركيا استطعنا ان نصل الى نقطة روسيا الان بدأت تتعامل مع الفصائل العسكرية المعارضة على انهم قوة شرعية للثورة يعني هم يدافعون عن انفسهم وليسوا ارهابيون كما كانت دعني اسألك عن دور الفصائل المسلحة في المرحلة القادمة اذا سمحت لي الان في استنى كان الحضور الاساسي لهذه الفصائل المسلحة في مرحلة ما بعد استنى في جنيف تحديدا هل نتوقع دور مماثل لهذه الفصائل ام اننا سننتقل الى الشق السياسي من هذه العملية وبالتالي سيكون ربما دور هذه الفصائل اقل كيف تبدو الصورة من وجهة نظر المعارضة وفد المعارضة العسكري في اساتانا لم يدرج على جدول اعمال الذي اقترحوا اي شاء لبحث النقاط السياسية وترك ذلك الهيئة العليل المفاوضات وترك ذلك ليبحث في جنيف تحت مضلة الممتحدة ومن خلالها الآن روسيا تريد ان تدخل المعارضة المسلحة في هذا وهي اذا ما دخلت فهي ستدخل بالتنسيق والاشتراك مع الهيئة العليل المفاوضات هي اساسا موجودة ومثلة في الهيئة العليل المفاوضات ومثلة في وفدها المشكلة الآن نحن نريد ان نصل لأي صيغة تقف روسيا فيها بشكل حقيقي ضد الاستمرار باستهداف المدنيين في سوريا الآن نحن نرى بأن هناك فرصة وإن كانت غير كاملة بالتأكيد لن تتحقق بشكل كامل لكن إذا استطعنا أن ندفع الروس ليلعبوا دورا سياسيا بعيدا عن الانحياز المطلق السابق للنظام فهذا إنجاز باتجاه آخر الملف السياسي سيبحث في جنيف الهيئة العليل المفاوضات هي من يمثل الشعب السوري في ذلك وحصلت على إجماعا واسع النطاق من جهات المعارضة وتمثلها جامعها الآن موسكو تحاول أن تدخل معارضات أخرى كانت سابقا تستخدمها كأوراق حقيقة حينما بدأت تريد أن تصل إلى حل حقيقي ظهر بأن موسكو تعرف بأن هذه الأطراف لا تستطيع أن تفرض حلا على الأرض ولذلك ذهبت إلى الثوار الحقيقيون ولكن مع ذلك هذه المنصات مدعوة الآن للمشاركة سيد ياسر في المرحلة القادمة دعني أقول هي وجهت يعني الهيئة العليا للمفاوضات ليست المظلة الوحيدة التي ستكون ممثلة في المرحلة القادمة هناك أطراف عدة منصات عدة موسكو تود أن تشارك في المرحلة القادمة هل هذا يؤثر على دور الهيئة وطبيعة تنثيلها لشرائح واسعة من الحراك الشعبي السوري؟ أي اتفاق لا يفاوض عليه الأطراف الحقيقيون لن يكون قابلا للتطبيق على الأرض إذا أتيت بأطراف قريبة من النظام وتفاوض عن قوى الثورة فبالتأكيد بأن مخرجات هذه اللقاء لن تكون واقعية ولن يقبل بها الشعب السوري وبالتالي موسكو وكل الأطراف الدولية تدرك بأن الهيئة العليا للمفاوضات لا يمكن تجاوزها مثل ما لا يمكن تجاوز المعارضة المسلحة وأيضا الائتلاف وبالتالي موسكو من ذلك أرسلت دعوة للدكتور رياضة حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات وأيضا للسيد أنس العبدة رئيس الائتلاف أعتقد بأن كليهما وحسب ما أتوقع لن يشارك في موسكو لأن المعارضات الأخرى الموجودة لا تمثل أطراف الثورة وبالتالي لا بد من العودة بشكل حقيقي إلى جنيب من خلال ممثلي الثورة هناك انسجام كامل ما بين وفد المعارضة الذي ذهب إلى أستانا والذي اتفق مع الروس قبل ذلك في أنقرة وبين هيئة العليا للمفاوضات التي خالطت أكثر من تجربة مع النظام انسجام في الأهداف وانسجام في رؤية الحل السياسي وانسجام في المقاومة دعني أستوضح منك نقطة أستاذ ياسر قبل أن ينتهي الوقت هل تتوقع عدم حضور الدكتور رياض حجاب والسيد أنس العبدة في المشاورات التي دعا إليها السيد لافروف في موسكو الجمعة نعم أتوقع أنهما لن يحضروا شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر الفرحان مستشار وفد المعارضة السورية في أستانا كان معنا مباشرة من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر